مشاهدين للمزيد من المتابعة ينظم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور فاضل زعبي الخبير للأمن الغذائي بمركز جنيف لدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا سعدت الأستاذ زعبي أهلا بك معنا لو تضعنا في تفاصيل هذا الاتفاق الذي يحدده أو تحدده العديد من المعرقلات خصوصا بعد الموقف التركي الذي وصف روسيا بأنه طد روسيا بقضية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وما لذلك وتركيا الآن هي الوسيط في اتفاق الحبوب سباح الخير شكرا جزيلا هذا الاتفاق ببساطة مطالب أوكرانية محددة للسماح بتصدير حبوبها مطالب روسية لتخفيف الأعباء والعوائق أمام صادراتها وتحديدا المعاملات المصرفية وسوفت وغيرها من التأمين البحري والسماح للناقلات والبواخر الضخمة الكبيرة بالدخول وتسهيل الأمور أمامها إضافة إلى مطلب آخر للجانب الروسي وهو إعادة فتح خط الأنابيب خط أنبوب الغاز غاز الأمونيا اللي بينقل من مصنع الروسي إلى ميناء أوديسا الأوكراني وللعالم ثلاثة مليون طن من الأمونيا اللازمة لصناعة السماد منذ البداية كانت تحاول البسطاء تحديدا تركيا للثقة الموجودة أو لحسن النية الموجودة بينها أو بين روسيا أن تضغط باتجاه تأجيل هذه المطالب والوعود بتخفيفها لكن على عدة مراحل تم التمديد لم يتم تخفيف أي منها في كل مرة الروسيا تحاول أن تضع هذه المطالب أمامها وتربطها بالتمديد ورأينا أنها خفضت فترة الاتفاقية من عدة ستة أشهر إلى ستين يوما وهذا كان عائق أيضا الآن تركيا موقفها كوسيط قد يكون هناك شكوك فيه لكن الأهم من ذلك أنه كل المطالب الروسية لا تتعلق وليست بيد لا الأمم المتحدة ولا تركيا هي بيد الغرب اللي وضع هذه العقوبات الآن كما نرى الموقف الروسي كان جدي جدا بحيث أنه لا ينوي تمديد هذا الاتفاق لذلك رأينا الاتحاد الأوروبي يحاول التخفيف من ذلك عن طريق على الأقل تسهيل مهمة المعاملات البنكية من أجل إتاحة مزيد من الحرية أمام الصادرات الروسية من الحبوب وهذا ما تعترض عليه روسيا الآن دكتور فاضل بالحديث عن أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تطالب ببضعة أشهر لتفعيل تمديد شركة تابعة لشركة روسية لربطها بعادة ربطها بالسويفت تابعة للبنك الزراعي الروسي فبالتالي زخاروفا قالتها علانية أن هذا العرض غير مجدي وغير مقبول لدى روسيا في حين أن جوتيريش يقول بأن هناك أمل للعثور على طريق إيجابي ما هو الطريق الإيجابي الذي يمكن أن يتم توفيره في هذه المرحلة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم الآن؟ لأننا نعلم تماما أن المطلب الروسي هو الغاء هذا البند والتقييد لمعاملات السويفت أمام البنك الزراعي الروسي هذا المطلب الكامل الوعد الأوروبي بربطه بشركة ويأخذ وقت معنى ذلك روسيا تنظر إلى هذا الموضوع أنه تسويف آخر هي تريده قبل هذا التمديد الآن كل ما سوف تحصل عليه وعد بأن يتم هذا ممكن قبل التمديد القادم لذلك هي معركة مفاوضات وضغوط وأوراق للضغط كل جهة حول الضغط بهذا الاتجاه أتوقع بأنني أتفق مع الأمين العام المتحدة بأن هناك خطة معدلة أو هناك طريق قد يصل إلى تمديد هذا الاتفاق بوقته ما هي الطروحات التي يمكن أن تطرحها روسيا الآن دكتور فاضل كبديل لهذه الأمور التي يعني يصعب على الأمم المتحدة تنفيذها وفق تصريحاتها وفق حديث حضرتك بأن العقوبات هي ليست عقوبات أممية بل هي عقوبات غربية قبل أن تكون أممية فبالتالي كيف يمكن أن تستفيد روسيا أو ممكن أن تقدمه من بدائل لطروحاتها السابقة وحقيقة روسيا لا تقدم بدائل روسيا مصممة على مضالباتها وتحديدا رفع العراقيل أمام المعاملات البنكية والعراقيل الأخرى لذلك الغرب والأمم المتحدة وتركيا فتحاول أن تصل إلى نصف الطريق بين المطلب الروسي وبين ما يمكن فعله أتوقع أن يكون هناك عمل إيجابي ورد فعل إيجابي في صيغة توافقية مشروطة لتمديد هذا الاتفاق اللي بنتهي يوم الاثنين القادم نعم من عمان الدكتور فاضل زعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات وسفير الأمم المتحدة للأغذية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقا وافرة شكرا لك على هذه الإضافة